ادمان الخمر والعياذ بالله فعبدالله بانعمة رحمة الله عليه حلف كذب قالوا لا والله فقام والد ويش قال قال الله يكسر رقبتك ان كنت تدخن سلام ونحت الله فدعا عليه انا في الليل ونام وطحى على صوت الفجر ما رضي يصحى وراح المدرسة ثاني يوم وهو في الهرب من المدرسة مع اصحابه وراحوا الشريهات في جدة ونط على المسبح ولما جاء نط على المسبح جاء بينق مسافة بعيدة طح وانكسرت الفقرة الثالثة والرابعة والخمسة عبدالله بانعمة رحمة الله عليه هذا هو يحكي بنفسه هذا الكلام لما انكسرت الرقب داخل في غايبوبة مدة ربع ساعة طلعوا اصحابه من هذا وحاولوا نعيشه يقول انا في الربع ساعة هذه اللي غفت يا عن الوعي رأيت شريط حياتي كله امامي كل شريط حياتي مر امامي يقول من الاشياء اللي رأيتها في شريط حياتي امامي يقول شفت دعوة الوالد انه الله اكسرت رقبتك وكذا ورأيت امرأة انا تصدقت لها ورافع ادها تدعي لي مصانع المعروف تقي مصارع السوء الصدقة مهمة فلعل هذه الصدقة هي لنجته لعل هذه الصدقة هي لنجته يقولوا لي فيه اهداء عندنا